سلام الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة وجرنان تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج وأملنا دائما إن شاء الله أن نلقاكم دائما بالصحة والعافية أهما جاء في الصحافة الوطنية اليوم الأربعاء الثلاثين من شهر سبتمبر الموافق للسادس عشر ذي الحجة بداية بالصفحة الأولى لجريدة النهر نهر قلت مئة واثنتان كتاب إباحي وداعشي لتلغيم صنون الكتاب بالجزائر اللجنة المكلفة بتنظيم صنون الكتاب الدولي اتفادت الوقوع في فضيحة خبر آخر وزير التعليم العالي والبحث العلمي طهر حجار للنهر البكالوريا شرط للدراسة في جامعة ليفسي جامعة التكوين المتواصل السفير المملكة العربية السعودية محمود بن حسين قطان قال أن هناك رفع كوطة للحجاج الجزائريين بعشرين بالمئة الموسم القادم ووزير العدل قال تطبيق الموثول المباشر للمتهمين أمام قاضي الحكم في جنوذي 2016 تتعشر هذه عنوين النهار وقت الجزائر قالت على لسان المدير العام للأمن الوطني عبدالغاني هامل قال مثاق السلم والمصالحة أسكت صوت الرشاش البلاد قالت اللاجئون الأفريق لا يحملون مرض السيدة والإيبولا الهلال الأحمر يطمئن الجزائريين والوزير الأول يعد بفصل كل مسؤول لا يطبق إجراءات التقشف المحرر قالت الرئيس بوتفليقة أسكت صوت الكلاشينكوف مثاق السلم والمصالحة الوطنية أرجع نعمة الأمن والطمأنينة بمناسبة الذكرى العاشرة التي كانت بالأمس 29 سبتمبر الحياة الجزائرية قالت وفاة أمينة بلوزداد أول مذيع جزائرية في التلفزيون بعد الاستقلال ربي يرحم أمينة بلوزداد ويعطي أهلها الصبر إن شاء الله والسلوان وأيضا ترتاق يسترجع مصلحة التحريات القضائية التي سحبت من تفيق في سبتمبر 2013 الوسط قالت يوم برلماني بمناسبة الذكرى العاشرة لمثاق السلم والمصالحة الآن اندي يدعو إلى دسترة المصالحة الوطنية والمساء قالت ولد خليفة رئيس البرلمان اقترحت 29 سبتمبر يوم وطني للمصالحة الوطنية إلى تفاصيل كل هذه العنوين البداية بالنهار النهار قالت ناشرون حاولوا إدخال 122 كتاب إباحي إلى الجزائر وأخرى تشيد بداعش قالت النهار كشف مصدر رسمي من وزارة الثقافة أن اللجنة المكلفة بدراسة عنوين الكتب التي يسمح لها بالدخول إلى الجزائر للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب سيلة المقرر شهر أكتوبر القادم رفضت دخول 122 عنوان حتى الآن بسبب خطورة محتوى سواء كان من الشأن العقائدي كعنوين تحمل تخريضا على الإرهاب باسم الحركات الإسلامية كداعش حيث اكتشف واكتشف قيام مؤلفين عرب بالدعوة بشكل مباشر وغير مباشر للانضمام إلى الجماعة الإسلامية المسلحة في الدول العربية عنوين كتب أخرى منعت من المشاركة في المعرض أيضا لما تحمله من إحاءات جنسية وإباحية بالإضافة إلى إلحاقها بصور وكاريكاتورات مرفوضة في الشريعة الإسلامية والعداد والتقاليد الجزائرية الباكالوريا شرط للدراسة في جامعة التكوين المتواصل قالت النهار ستشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطبيق نظام المناوبة للموظفين وكذا الأساتذة على مستوى الكليات والجامعات التي سيتم فيها تمديد الدراسة إلى غاية الساعة الثامنة مساء فيما سيتم تسخير حافلات إضافية تابعة لمديرية الخدمات الجامعية وذلك لتوفير وضمان النقل للطلباء الذين سيتلقون دروسا حتى ساعات متأخرة من المساء سفير السعودية بالجزائر قال رفع كوطة الحجاج الجزائريين بـ 20% الموسم القادم قالت النهار كشف سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر محمود بن حسين قطان أن رفع كوطة الدول الإسلامية في الحج سيكون بداية من الموسم القادم بعد تسليم كافة مشاريع التوسعة بالحرم المكي التي من المنتظر أن تكون شهر رمضان القادم كما أكد السفير إمكانية تعويض من عدمه للوفيات أن إمكانية تعويض من عدمه للوفيات في تدافع ميناء ستحدد بعد نهاية التحقيق من طرف الجهات المختصة وقال السفير السعودي بالجزائر السلطات السعودية قامت بكل الإجراءات الخاصة بعد نهاية التحقيق في حدثة سقوط الرافعة وتم تعويض كل ضحايا الحادث وزير العدل قال الشروع في تطبيق المثول المباشر للمتهمين أمام قاضي الحكم أواخر جونفي 2016 قال وزير العدل حافظ الأختام أمس خلال إشرافه على مراصب تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الجديد برهمي الهشمي أن مصالحه ستطبق بعد أربعة أشهر إجراء المثول المباشر للمتهمين أمام قاضي الحكم للفصل فورا في القضايا حيث سترفع نهائيا يد السلطة التنفيذية ممثلة في النياب العامة الخاضي علي وزير العدل عن تطبيق إجراءات التلبس وستنقل سلطة إيداع المتهمين إلى السجن إلى قاضي الحكم بدل وكيل الجمهورية جريدة الخبر قالت 200 من حالة اختطاف منذ بداية السنة وقالت الخبر صراحة عرعار على هامش ندوة صحفية نظمتها شبكة أناليند للجمعيات الجزائرية بالعاصمة بفندق بلس بالجزائر العاصمة حول نتائج تحقيق قامت به خلال سنة 2014 حول نشاط الحركة الجمعوية في الجزائر أن مسلسل اختطاف الأطفال والقصر لا يزال يضرب في مناطق مختلفة من الوطن مدامة المؤشرات والأسباب لا تزال قائمة وشيرا إلى أن الشبكة سبق لها ونبهت منذ سنة 2010 عن خطورة ظاهرة مضيفا أنه ينتظر عمل مكثف يمر عبر الجمعيات رفقة جميع الجهات الوصية ربراب قال أنا أول مصدر خارج المحروقات ومن أهم المساهمين في الجباية بعد صنات راك قالت الخبر دعا رجل الأعمال ورئيس مجمع سيفيطال يسعد ربراب في تصريح له وزير الصناعة والمناجم عبد سلام بوشوارب لمناظرة تلفزيونية على المباشر يتم استعراض كافة الحجج والبراهين وليترك بعدها الحكم للشعب الجزائري وأيضا التأكيد على أنه لا صحة لما تم تصريح به بخصوص مصنع سطيف وبالإمكان زيارة الموقع لأتأكد من أن التجهيزات من آخر طراز على المستوى التكنولوجي أوضح ربراب نحن لسنا فقط من المتعاملين القلائل الذين يستثمرون باستمرار وبانتظام في الجزائر ولكننا أول المصدرين خارج نطاق المحروقات وأول مساهم في الميزانية ومن بين أهم المساهمين في الجباية بعد صنات راك جريدة الوقت قالت الأففاس يرفض إعادة مراجعة اتفاقيات إيفيان وقالت الوقت رد علي العسكرية العضو فيها هيئة رئاسية لحزب الأففاس على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا الصحكوزيو المتعلق بمراجعة اتفاقيات إيفيان كونها حسبه لا تتماشى ومتغيرات العاصر مؤكدا أن حزب الأففاس لن يسمح بعرض رموزه التاريخية للنقاش مرة أخرى مع فرنسا التي تسعى لضمان أكبر قدر من المصالح في الصحراء الجزائرية مشيرا إلى أن اتفاقيات إيفيان ورأها الزعماء رفضوا الرضوخ إلى أي مساومة في سبيل استقلال الجزائر وأن التاريخ له أبطاله والحاضر أيضا له أبطاله جريدة البلاد قالت فاروق سنتيني يقول أعتذر رسميا من مهري وبنبلة وأيتحمد قالت البلاد قدم فاروق سنتيني رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان اعتذاراته الرسمية والعنانية لزعماء التاريخيين الثلاث أحمد بنبلة وأيتحمد وعبد الحميد مهري وأكد بأنه لم يكن يقصدهم أبدا في حديثه عندما قال في فوروم ديكا نيوز أن الجماعة التي شاركت في السنتي جيديو كانت تريد جلب الإرهاب للجزائر مرضفا في سياق توضيحه بأنه لا يستطيع قول هذا الكلام في حق شخصيات كانت وراء استقلال الجزائر وصنع التاريخ البلاد بل أنه كان يقصد القياد السابق في حزب الفيس المحظور أنور هدى أوراق نقدية جديدة لجمع أموال الشكارة قالت البلاد وقالت يبدو أن تبعات السقوط الحر للدنار وكذا تراجع عائدات المحروقات دفع بالحكومة إلى استحداث طرق جديدة لملء خزينة الدولة وفي ذل عدم امتثال أصحاب الشكارة كما وصفتهم لأمر إيداع أموالهم في البنوك لم يبقى للحكومة سوى اللجوء إلى إجراء إعادة طبع فئات نقدية جديدة هذا الأمر من شأنه أن يجلب رؤوس الأموال تلك التي لم يتم إدماجها في البنوك من جهة ومن جهة أخرى سيتم معرفة الثروة الحقيقية لرجال المال والأعمال جريدة الشعب قالت ترحيل 469 رعية نيجيرية إلى نيومي في ظروف ملائمة قالت الشعب أشرف الهلال الأحمر الجزائري على ترحيل 469 مهاجرا إلى وطنهم النيجر بناء على طلب السلطات العليا لهذا البلد صخرت للعملية وسائل لوجستية ومادية ملائمة لنقلهم إلى مركز استقبال اللاجئين بيتا من راصد في ظروف جيدة قبل تحويلهم نحو الوجهة النهائية عبر طائرة عسكرية المحور اليومي قالت قطاعات وزارية طالب المواطن بوثائق ملغات من مدونة الحالة المدنية قالت المحور تفاجأ بعض المواطنين خلال تشكيل ملفاتهم الإدارية بطلب تضمين هذه الأخيرة لوثائق الحالة المدنية لا تحتوي عليها مدونة الحالة المدنية الجديدة مثل شهادة ثبوت الشخصية وشهادة عدم التسجيل التي تطلب لحد الآن في المحاكم وكذا شهادة إطلاف الضفط التي يلجأ عون الشباك لتعويضها بشهادة التسجيل التي تطبع إلكترونيا وتملأ بالقلم باعتبار أن المطبع الرسمية أوقفت طبعها بعد صدور المدونة الجديدة ليجد موظف الشبابيك على مستوى المصالح السالي في ذكرها أنفسهم في صدام مع المواطن الصحافة الناطقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت أكثر من ستين ألف جمعية اختفت منذ سنة 2011 استقالة أم تسوية وقالت الإكسبريسيون أظهر الدراسة لمنظمة العفوة الدولية عن الجمعيات الجزائرية والحركة الجمعية في الجزائر أن أكثر من ستين ألف جمعية اختفت نهائيا منذ 2011 وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات خاصة أن الحكومة بحاجة إلى دعم من طرف هذه الجمعيات التي تعتبر المكمل والوسيط بما يتعلق بالعديد من الأنشطة لأن انتشارها قالت الإكسبريسيون يولد ديناميكيا لسواغ دالجيغي قالت الأفلان يقترح 29 من سبتمبر يوما وطنيا للمصالح قالت لسواغي اقترح حزب جبهة التحرير الوطني إدراج يوم 29 من شهر سبتمبر ذكر المصادقة على قانون السلم والمصالح الوطنية ضمن الأعياد الوطنية في مطالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الـ R&D إدراج مبادع السلم والمصالح الوطنية في مشروع مراجعة الدستور وفي كلمة له قال رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان محمد الجميعي أنه نقترح إدراج يوم ذكر المصالح الوطنية ضمن الأعياد الوطنية كما اقترح أيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي والدخليفة أن يكون تاريخ 29 من سبتمبر من كل سنة يوما وطنيا للمصالح الوطنية في كل أنحاء الجزائر إلى الصحافة المحلية الناصر قالت مسيروا محطات الخدمات الخاصة يتحدثون عن توزيع نفطال لكميات غير كافية الناصر قالت هدد أصحاب محطات الخدمات الخواص للوقود بولاية الطرف بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا حسبهم على جملة من المشاكل التي يتخبطون فيها والتي باتت تؤثر سلبا على نشاطهم في ذل عدم اكتراث الجهات المعنية للتدخل من أجل معالجة هذه المشاكل بالرغم من الشكاوة والتقارير المرفوعة فيما أيضا يعاني أصحاب هذه المحطات قالت الناصر من تذبدب في تزويدهم المنتظم بالبنزين الوصل قالت حافلات النقل المدرسي تنقل كل شيء إلا التلميذ بوهران قالت الوصل مع كل دخول مدرسي من كل سنة يظهر في الأفقي مشكل قلة حافلات النقل المدرسي وهو المشكل الذي يظل هاجسا يؤرق التلميذ وأوليائهم على حد سواء مثل ما هو الحال عليه بكل من بلديتي بوفطيس والعنصر حيث لا يزال المشكل مطروحا بقوة والذي طالب بشأنه ممثلوا لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بتضاركه في أقرب وقت تصريح اليوم وتصريح وزير النقل بجمعة طلعي بجمعة طلعي قال سيتم تخصيص غلاف مالي قدره خمسة مليار دولار خمسة مليار دولار من أجل تطوير النقل البحري للبضائع بما فيها إنشاء ميناء مركزي يمكن يمكن الجزائر من أن تخدو مركز عبور لبواخر نقل السلع من وإلى آسيا وإفريقيا وذلك قال الوزير في غضون عشر سنوات حيث تم شراء خمس سفون جديدة ليصل مجموع البواخر المكونة للأسطول الجزائري للنقل البحري للبضائع إلى 27 باخرة وقال لن أقوم بفتح المجال الجوي في وجه المستثمرين الخواص لأنه ليس من أولوياتي في الوقت الراهن بتصريح نختم معرض الصحفة إلى ضيفي وموضوع العدد